دكتور جمال توقيت انسحاب قطر الآن أنا بكلم هنا عن توقيت لماذا الآن من منظمة الأوبك؟ الأسباب يعني يمكن أسباب كتيرة يمكن كسر من الناس عندما تناوت هذا الموضوع أن قد يكون هذا الموضوع قد لا يكون مؤثر بالنسبة لخروج قطر دولة إمكانياتها من الإنتاج داخل سف منظمة الأوبك يعني إمكانياتها كلها حوالي 630 ألف برميل سهلك منها يومين حوالي 100 ألف بيفضلها حوالي 530 ألف برميل ده اللي بتحطهم داخل منظمة الأوبك الـ 530 ألف برميل دولة على مجمل ما ينتجه سقف الأوبك كله حوالي 33 مليون برميل هكلمك في حاجة لا تتعدى 3% يعني تأثيرها داخل منظمة الأوبك هذا الانتاج وإن العالم كله يقول آه دي مؤثرة ومش مؤثرة لا مش مؤثرة طب هو إحنا حطنا لهذا السقل الكبير حطنا لهذا السقل ده عشان هناك أسباب خفية قد لك تكون ظاهرة ولكن هي ظاهرة لكثير من الناس اللي بتعمل في مجال النفط مفاهمين كويس قوي ويمكن قليل جدا من الكتاب الخاصين بالطاقة عالميا في كثير من الصحف تناوية هذا الموضوع بقشور ولكن قشور موجهة حال في كلمة قشور موجهة يعني أنا عايز أحطك في حتة تانية تماما لا يستطيع هذا الفكر اللي أحكوه لك أن يكون لدى هذه القيادة المتاحة حاليا ومع احترام لكل الناس يعني يعني إحنا تعلمنا حتى من القيادة السياسية بتاعتنا نحن نتعامل مع القضايا اللي حتى بيكرهه مصر نتعامل معهم بنوع من الأدب ونوع من اختير الألفاظ وبالتالي عايز أقول لك إحنا في ألفاظنا شفنا أن الموضوع ده ليه ثلاث أسباب منهم ثلاث أسباب هم مشاكل تريد أن تدلوا بها قطر في تجاه منظمة الأوبك رقم واحد خروق قطر من منظمة الأوبك هو ينخر الترابط العربي للمجموعة العربية داخل منظمة الأوبك يعني أنت لما تقولي لي عندك 14 دولة داخل منظمة الأوبك وتقولي لي منها مثلا بنكلم على حوالي 5 دول عربية لما يكون عند الخمس دول دي كلها وبعدين تبدأ واحدة منهم من هذا الترابط 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 جوة المنظمة تخرج من داخل المنظمة فده معناها إشارة أنها بتريد أن تنخر في تأثير الرابطة العربية داخل منظمة الأوبك تفك التركيب الرابطة العربي إنها ترقم اتنين هي دريد أن ترد الجميل إلى إيران فيها استوقيت لأن إيران تعلم جاية لإيران طبعا إيران عملت لها إيران إيران دلوقتي هي التي لها كل التأثير لدى قطر هي التي تمون قطر بالمواد الغذائية هي التي تأخذ كل تيران السياحي وبيمشي خلال تيران أو بيمشي خلال السياحة من بحر العرب إلى قطر هناك كثير من الترابط ما بين قطر في كل دعم السلع التي تأتي من قطر مباشر من إيران إلى قطر التصنيف الثالث هو جسء يخص فكري مختلف جدا للاقتصاد القطر إيه بقى الاقتصاد القطري؟ يمكن حتى كلمة وزير المالية القطري في مؤتمر تعاون الخليجي اللي عقد في الرياض خرج على إن بيعطي دلائل وكثير من الأرقام بتقول فيه أن الاقتصاد القطري في وسط هذه العزلة ووسط هذه الأنخراط بعيدا عن الربطة العربية إنها مازال الاقتصاد القطري قوي ومازال هناك الاقتصاد غير نفط القطري يزيد 5% طبعا كل الكلام ده ليس له محل من الإعراف في المؤتمر ولكن كان المفترض أن يكون هناك نوع من الترابط والتوجه ونوع من الزرابط